موسيقى أنا كنت بأزرع عينة الأول في المسجد هنا من قبل ما شركة شدوف ما جيلي على أساس إنها تبقى خضرة وكده ونظافة فوق المسجد أنا محمد طه من البساتين مقيم في عزبة النصر وبشرف على مسجد هداية موسيقى شركة شدوف عرضوا علينا إن إحنا نزرع هنا هو ففكرة كويسة إن فيها ربح وكده والربح ده بندخله في قلب الكفالة بتاعته اليتيم الشركة هدفع نزراع أسطحها اللي في مصر كلها فإحنا بنتعاون مع بعض الجماعيات الخيرية الـ NGO عشان توصلنا للناس المحتاجة إنها تزرع أسطح بتاعها الشركة دربت حوالي من 200 إلى 250 متدرب ولسه بندرب ناس موسيقى موسيقى هي فكرة كويسة من نوع أسبل للناس تدي للمكان نظافة وبدل الزبالة اللي بتبقى فوق الأسطح وفي نفس الوقت بتساعد زيادة في الدخل للناس موسيقى بيفضل يدور المية ويطلعها وينزلها في السيستم إحنا محتاجين إنه يبقى عندنا ثقافة حفاظ على المية هما بزرعوا في قلب مية وعلمونا إنه زي نزرع في الكبيات وهم بيجوا كل فترة بيراعوا معنا الزرع بس ما فيش الوقت للكيماء والكلام ده ما بيجيش هنا خلص الشركة شلوف لو توسعت والناس تفهمت معها إنه هما يزرع فوق الأسطح ده يبقى خير من الله وخير للناس نفس الوقت تبقى نظافة ليمهم وتبقى الأسطح كلها خضرة يعني ممكن توقد كده آخر نهاري إنه هو تفعل بالسطح يعني تحس براحة نفسية على الأقل